حيث وصل الرئيس الصيني شي جنبين إلى العاصمة السعودية رياض مستهلاً أول زيارة دولة له في عام 2016 وبعد زيارة المملكة العربية السعودية سيتوجه الرئيس الصيني إلى مصر وإيران في جولة تهدف إلى توطيد الصدق بين الصين والدول الثلاثة وتعزيز التعاون متبدل المنفع وقبيل مغادرة ذكين نشر رئيس صيني مقالاً في صحيفة الرياض السعودية جاء فيه أن الصين مستعدة للعمل مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتربط والتواصل من خلال مبادرة الحزم والطريقة